أهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات سأتكلم في هذه المقدمة عن تخصصات الهندسة الكربية وفروعها مقدمة لهذا العرض مهندس سامي العلوني ومن إعداد كل من الإخوان أحمد باحسين والدكتور محمد ميان ومهندس عبدالله فواز في البداية سنعطي مقدمة عن تعريف الهندسة بشكل عام ثم الوظائف المتاحة للمهندس ثم سنتكلم بشكل مخصوص عن الهندسة الكهربائية ثم فروع الهندسة الكهربائية وسندخل في الفرع الأول وهو الهندسة القول الكهربائية ومجالاتها هندسة الإلكترونيات ومجالاتها وهندسة الآلات الدقيقة ومجالاتها وكيف تختار تخصصك الجامعي بالإضافة إلى كيف تختار الجامعة التي تريد الإكمال فيها في البداية سنعطي تعريف الهندسة الهندسة هي العلم المعني بتطبيق العلوم مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات التطبيقية لبناء وتصميم وتطوير الأنظمة والآلات والأجهزة والعمليات لتلبية احتياجات المجتمع فعندنا تصميم في البداية ثم بناء ثم تطوير تطوير الأجهزة أو تطوير الأنظمة فعندنا بعض التخصصات الهندسية تعتمد بشكل خاص وكبير على الفيزياء والرياضيات مثل الهندسة الكربائية وهناك تخصص آخر وهو الهندسة الكيميائية ربما يعتمدون على الكيمياء والرياضيات بشكل أكبر من اعتمادهم على الفيزياء وهكذا بقية التخصصات الهندسية الأخرى ما هي الوظائف التي من المتوقع أن يعمل فيها المهندس المهندس نستطيع أن نقول أنه مثل الأخطبوط في المجال الصناعي فنجده في التشغيل تشغيل الأدوات والأجهزة والمحافظة عليها التصميم أن يعمل في تصميم الأنظمة المختلفة أو تصميم جهاز معين لقيام بمهمة ومهام متعددة كذلك ممكن أن يعمل في التطوير تحويل الأفكار إلى عمليات تاجية واستثمارية فالمهندس يجعل الأفكار إلى أجهزة وأدوات تستطيع من خلالها الأفراد أو المنشآت أو الدول من تحقيق عائد اقتصادي عالي كذلك يستطيع المهندس القيام بالأبحاث واستكشاف نظريات جديدة خاصة الذين يكملون الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في مجال الهندسة التعليم كذلك له علاقة بالأبحاث فممكن المهندس سواء مهندس أو باثريوس أو ماجستير أو دكتوراه ممكن أن يعلم من بدء الهندسة في الجامعات والمواقع الصناعية كذلك من الممكن تقديم استشارات المهندسين بعد أن يكتسبون خبرة طويلة في المجال يعملون في مجال استشارات لعمل سواء أفراد أو منشآت أو مصانع أو دول كذلك المهندس يعمل في تسويق المنتجات الهندسية فالشركات التي تنتج أو تصنع أجهزة معينة تحتاج مهندس يسويق لهذه الأجهزة لأن المهندس قادر على أن يبين الفوائد أو المزايا الهندسية المتوفرة في هذا الجهاز عن الأجهزة المنافسة الأخرى وهل مجرى كذلك المهندس يعمل بشكل كبير في مجال الإدارة والإدارة يعني إدارة الأمثل للموارد سواء معدات أو يد عاملة أو شؤون مالية فالمهندسين لديهم يمتلكون بعد دراسة التخصصات الهندسية يتركز لديهم التفكير التحليلي ولديهم قدرات تحليلية باستخدام الرياضيات بشكل عالي جدا والمنطق فهذا يجعل المهندس خاصة مثلا المهندس الصناعية يجعل البنوك تستغضب مثل هؤلاء المهندسين فنجدهم في البنوك بشكل كبير جدا الهندسة الكهربائية الآن سنتحدث عن ما هي الهندسة الكهربائية وهو موضوع هذا اللقاء فالهندسة الكهربائية مسؤولة عن تصميم وتطوير واختبار النظمة الكهربائية المختلفة مثل محطات إنتاج الطاقة شبكات النقل والتوزيع ونظمة الحماية والتحكم كذلك ممكن الإشراف على تصميم وبرمجة وتصنيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والألكترونية المختلفة مثل الأجهزة المنزلية والصناعية والطبية وغيرها من الأجهزة التي تسهل حياة المجتمع كما تهتم الهندسة الكهربائية في شق منها بزيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية وعمرها الافتراضي والتقليل من التكلفة التشغيلية وتكلفة تصنيعها مع جعلها آمنة للاستخدام البشري ننتقل الآن إلى فروع الهندسة الكهربائية الأكثر شيوعا وهي تنقسم بشكل عام إلى أربعة أقسام هناك أقسام ممكن أكثر من أربعة أقسام ولكن هذه الأكثر شيوعا فلدينا هندسة القوة الكهربائية هندسة الإلكترونيات والتصالات هندسة الآلات الدقيقة والتحكم الآلي وهندسة الكمبيوتر ونتوقف هنا إلى المقطع الآخر في الليكتشر نومبر تون